اشتركوا في القناة الذي يقلب البيت رأسا على عقب يجمع افراد الاسرة خلف قوة وشجاعة الاب يحفز الجميع على الرياضة بالقفز والركض في كل مكان ويجبر العائلة باكملها للمشاركة في حملة تنظيف وترتيب البيت تحت اشراف الام ما هو الصرصور؟ اين يعيش؟ ماذا يأكل؟ كيف نتخلص منه؟ وما اهميته في النظام البيئي؟ هذا ما سنراه في حلقة اليوم في برنامج كيف ماذا ولماذا؟ تعلم مع زكريا السلام عليكم يا اصدقاء انا زكريا وهذا صديقي زيكو واليوم موعدنا مع حشرات صغيرة وسريعة وماكرة جدا هل تعلم من هي؟ نعم انه الصرصور كيف ماذا ولماذا؟ دعونا نشاهد معا ما هو الصرصور؟ الصراصير حشرات ذات قرون استشعار طويلة ستة ارجل واجسام قوية تأتي بالوان متعددة مثل الباسود مثل البني او لون يميل للأحمر والصرصور يعيش في الارض منذ ملايين السنين اين يعيش الصرصور؟ الصرصور الصرصور يحب الاماكن الدافئة والمظلمة قد يختبئ في المطابخ والاقبية والحدائق او في اي مكان نجد فيه الطعام والماء وهو لا يحب الضوء لذلك يهرب بكل ما لديه من سرعة ماذا يأكل؟ الصراصير ليست صعبة الارضاء فهي تأكل اي شيء تجده على طريقها مثل الفتات، بقايا الطعام، الفواكه والخضروات ولهذا السبب فإن الحفاظ على نظافة المنزل أمر مهم للغاية هل يشكل خطرا على الإنسان؟ الصراصير ليست شريرة فحسب لكنها قد تحمل الجراثيم لأنها تمشي في كل مكان لهذا من الأفضل إبعادها كيف نتخلص من الصراصير؟ يمكننا منع الصراصير من دخول منازلنا بالحفاظ على نظافة كل شيء يجب غلق أكياس القمامة مسح السوائل على الأرض حفظ الطعام في حاويات وتصليح أي تسرب للمياه ما أهمية الصرصور في النظام البيئي؟ في الطبيعة تساهم الصراصير في تنظيف البيئة بتفكيك النباتات المتهالكة والميتة إنها جزء من فريق إعادة التدوير على الأرض معلومات طريفة هل تعلم أن الصرصور قادر على العيش بدون رأسه لبضعة أيام؟ هل تعلم أن الصراصير قادرة على الجري بسرعة فائقة؟ هل تعلم أن الصراصير تنظف نفسها كثيراً رغم أن الناس يعتقدون أنها قذرة؟ هل تعلم أن الصراصير تستطيع العيش بدون طعام لأيام؟ أصبحنا نعرف الكثير عن الصرصور أتمنى أنكم قذيتم وقتاً ممتعاً نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه وقد شقدت